وصل الرئيس عبدالفتح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعلياتها غدا السلس عشر من فبراير وكان في استقباله لدى الوصول سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعقب ذلك لقاء بين الزعيمين في قصر الشاطئ بأبو ظبي حيث تقدم الرئيس السيسي في مستهله بخالص التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن اسليم الفلسي سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنصيق المستمر بين البلدين الشقيقين ما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط وتناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات اشتركوا في القناة